صلى الله عليه وسلم وباركار نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وبعد مثلا مجهوغة الله تبارك وتعالى نسبة سوكسة سنة من الكوكتين وجنبت محمد صلى الله عليه وسلم نبصحاب به نابع بنام قبل إلى خطوص ونقوي كل سنقنا الله سبحانه وتعالى سبعا نبينا مرموظم أجمعين صلى الله عليه وسلم لطيف نبينا وشكل تقوص ونسرط على سلم القوكسة سبحانه وتعالى واختباه نبوظم أجمعين بالنسبة سبحانه وتعالى وتعالى سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شبتت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن عبد الله فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال بن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني فاعتقته فاعتنقته فقلت حديثا بلبني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراتا وقررا بهما قال كلنا ما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأهد من أهل النار أيدخل النار وله عند أهد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأهد من أهل الجنة أيدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراتا غررا بهما قال بالحسنات والسيئات نعم أحسن تبارك الله فيك نعم ثم ذكر المؤلف هنا الأدب الثاني من أداب طلب العلمي عندما يكون هناك من أجل النار في الطلب العلمي الإخلاص النية في طلب العلمي ومن توقع هذا النار يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدب الثاني تعالى أكبر yelling ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر